اشتركوا في القناة ارحب بكم في درس جديد من دروس منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي المنهج الجديد تابعونا هنا ان شاء الله تعالى في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية الاسلامية شرحوا انشطة ومراجعات واختبارات الكترونية يمكنكم ايضا المتابعة من خلال قناة المعالي على التليجرام وجروب سادس للغة العربية على التليجرام ايضا كل الرابط المهمة التي ستحتاجونها ستجنونها في صندوق الوصفة اسفل الفيديو لا تنسوا في نهاية كل حصة يوجد واجب في اخر الفيديو صور الواجب عليه الاسم ارسلوها على جروب سادس في التليجرام لكن فضلا لا امرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة اضغطوا اعجابا وطالقا دعما لنا لنستبر في نشر المزيد من الفوائد ومشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فتدل على الخير كفايلة يلا بنا حبيبي نروح نشوف معنا درسين ما زلنا في المحور الاول اكتشف ذاتي الموضوع الاول درسونا بعنوان التفكير وسبل النجاح وده من دروس النصوص المعلوماتية تعالوا حبيبي نبدأ في قراءة الفقرات واثناء قراءة الفقرات عايزين نطلع المفردات المفرد والجمع المضاد اسئلة الاستنتاج الظوهر اللغوية للقراءة والاملاء وايضا بعض النحو بيقول لنا ايه العقل في اللغة يراد به عدة معاني منها التثبت في الامور والامساك والامتناع وورد ايضا انه سمي عقلا لانه يعقل ان يحبس صاحبه عن التورط في المهالك جمع العقل ايه جمع العقل العقول في اللغة جمعها اللغات في اللغة جمعها ايه اللغات يراد يعني يقصد به يراد يعني يقصد به او معناه يعني فهنا بيقول لنا ايه ان العقل له عدة معاني منها التثبت التثبت معناها التأكد التثبت معناها التأكد أو التحقق التثبت والتحقق والمضاد الشك والمضاد الشك يعني العقل أول معنى للعقل التثبت في الأمور والإمساك الإمساك معناها معناها الإمتناع والمضاد الإقدام والمضاد الإقدام وورد أيضا ورد معناها جاء ورد معناها إيه جاء ما أقولك مثلا ورد إلينا الخبر التالي يعني جاء إلينا الخبر التالي ورد أيضا أنه سمي عقلا لأنه يعقل أو يحبس يعقل أي يحبس صاحبه عن التورط التورط معناها الوقوع التورط معناها إيه الوقوع في المهالك المهالك ما معنى المهالك معناها الأخطار معناها إيه الأخطار تمام يا حبيبي طيب عندنا كلمة أن طبعا لأنه دي لأنه اللام لام تعليم وبعد كده أن الضمير المتصئ لها أن هنسميها حرف ناسخ وإحنا أخذنا فكرة عنها إحنا قلنا عندنا حاجة اسمها إيه أفعال ناسخة وحروف ناسخة أفعال ناسخة دي بنسميها كان وأخواتها الحرف الناسخة بنسميها إن وأخواتها كلمة أن هنا من أخوات إن ومهما اختلفت أو تداخلت التعاريف حوله فإنها تلتقي جميعا أمام نقطة مشتركة هي أن حرف ناسخ هي أن العقل هو العنصر الأساسي الذي يوجه السلوك البشري عايزي أبطال أعرف كلمة نقطة في الإعراب بنعمل إيه في الإعراب تمام بنبص على إلا قبلها أمام أمام دي إيه دي ظرف مكان ظرف مكان وإحنا عندنا قاعدة محفوظة يعني أول ما أقولك قاعدة محفوظة معناها إن القاعدة دي ثابتة دايما بتكون معنا على طول الإسم الواقع بعد الظروف غير المنونة يعرف مضاف إليه تاني اكتبها عندك كده يلا في كراستك يريد كده نعمل لنا كراست نحو نبقى نسجل فيها كل الملاحظات اللي بتقابلنا وإحنا شغالين أو القواعد المهمة في دروس النحو اكتب كده عندك الاسم الواقع بعد الظروف غير المنونة يعرب مضاف إليه شرط أن الظرف يكون غير منون طب لو ظرفه منون ما ينفعش اللي بعده مضاف إليه لإن إحنا قلنا التنوين هو من أعداء المضاف إليه يعني أعداء من المضاف إليه يعني ما ينفعش يجي أبدا قبل المضاف إليه يبقى كلمة نقطة تعرب مضاف إليه مضاف إليه هي ضمير منفاصل للمفردة الغائبة ضمير منفاصل إحنا عندنا أنواع الضمائر كام؟ أنواع الضمائر البارزة أنواع الضمائر البارزة يعني إيه الضمائر البارزة؟ يعني اللي بتشوفها بعنيك اكتب عندك كده أو الضمائر الضمائر البارزة عندنا كم نوع؟ نوع اسمه ضمير منفاصل ونوع تاني اسمه ضمير إيه؟ ضمير متصل الضمير المنفاصل زي إيه؟ زي هي وزي هو دول بنسميهم ضمائر منفصلة للغائب تمام؟ العنصر الأساسي الذي يوجه السلوك البشري ويستعمل عادة في وصف الوظائف مفردها الوظيفة العليا مضادها الدنيا للدماغ البشري مثل التفكير والذاكرة والذكاء والانفعال العاطفي يلا سؤال يا حبيبي بيقولك ايه؟ اذكر معاني العقل في اللغة معاني العقل في اللغة معناها ايه؟ العقل معناه التثبت في الأمور والامساك والامتناء ادي اول ايه؟ اول تعريف يبقى التثبت في الأمور والامساك والامتناء تمام؟ طيب معنى أي كمان معناه يعقل أن يحبس صاحبه عن التورط في المهالك عن التورط في المهالك يبقى كده عندنا معنيين الموجودين معنا في الفقرة سؤال كمان يا ابطال بيقول لك إيه ما وظيفة العقل في جسم الإنسان وظيفة العقل تعالوا نشوف هنا أن العقل هو أيوة العنصر الأساسي الذي يوجه السلوك البشري السلوك البشري هي التصرفات البشرية السواب والخطأ والحاجات دي تمام سلوك طيب العقل هو اللي بيقول لك يعمل كده سلوك خبيث العقل هو اللي بيقول لك يعمل كده هو اللي بيوجه باقي الأعضاء طيب سؤال أخير بيقول لنا ما الوظائف العليا التي يقوم بها الدماغ البشري إيه هي الأعمال والوظائف اللي العقل البشري بيعملها مهمته إيه مهمته الوظائف طبعا نقول ايه التفكير والذاكرة والذكاء والانفعال العاطفي التفكير الذاكرة الذكاء والانفعال العاطفي كلها وديء الظائف للدماغ وقد كثرت والمضاد قلت والمضاد قلت النظريات مفردها ايه مفردها النظرية النظريات مفردها النظرية التي تناولت العقل يلا عايز نعرف العقل هنا اعراب العقل ايه كثرت النظريات التي تناولت العقل نعمل ايه نبص على اللي ابلها اللي ابلها فعل ماضي طيب من اللي تناولت النظريات يبقى هنا ما ينفعش اقول لك فين الفعل تقول لي النظريات تمام هو انعرف ان النظريات هي اللي عملت الفعل ده ولكن ما ينفعش ابدا اقول ان الفاعل يأتي قبل الفعل وما لو الفعل اتى قبل الفعل اقول بي افين الفاعل اقول الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره وشو بقى اللي عمل الفعل ده مذكر ولا مؤنس النظر الده مؤنس يبقى تقديره هي طيب تناولت نظرية العقل يبقى العقل اعرابها ايه اعرابها مفعول مفعول به منصوب على بتنصبه ايه الفتحة لانه مفرد التي تناولت قدراته معناها امكانياته والمفرد قدره والمهارات المختلفة المختلفة مضادها المتشابهة المختلفة مضادها المتشابهة من تفكير وذكاء وغيرهما ومن احدث معناها اجدد اجدد والمضاد اقدم ومن احدث هذه النظريات تلك التي ناقشتها عالمة النفس بجامعة استنفرد كارول دويك طيب عند هنا كلمة هذه وكلمة تلك ما الفرق بينهما هذه اسم اشارة تلك ايضا اسم اشارة هذه مفرد مؤنث تلك مفرد مؤنث ولكن الاختلاف هذه مفرد مؤنث للقريب اما تلك للبعيد التي ناقشتها شايفين الهاء هنا ده ايه ضمير متصل ضمير متصل للسائلين الضمائر البارزة يعني كلمة بارزة يعني واضحة يعني اللي انت شايف حرفها في الكلمة تمام اما هتكون ضمائر ضمائر منفصلة او ضمائر متصلة الهاء هنا هنسميها ايه هاء الغائب هاء الغائب ضمير متصل عالمة النفس بجامعة ستانفورد كارول دويك الصادرة في كتابها كتابها اسم ايه اسمه طريقة التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح تاني طريقة التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح والتي تصنف معناها تقسم التي تصنف معناها ايه معناها تقسم عقليات مفردها عقلية يبقى نظرية كارول دويك تقسم وتصنف عقليات الناس إلى كم نوع؟ إلى نوعين هما ضمير منفصل اكتب يلا فوق كده ضمير منفصل العقليات الناس تنقسم إلى عقلية ثابتة ما معنى ثابتة؟ معناها جامدة معناها إيه؟ جامدة يبقى ثابتة معناها جامدة والمضاد مرنة أو متطورة طيب والعقلية التانية متنامية أو متطورة متنامية معناها متطورة متنامية معناها إيه؟ متطورة طيب نروح لأول سؤال بيقول لك إيه؟ أين وردت نظرية كارول دويك التي تصنف العقل البشري؟ تمام يا بطل وردت في كتابها طريقة التفكير السيكولوجية الجديدة للنجا سؤال كمان ما أقسام عقليات الناس في نظرية كارول دويك؟ عقليات نسعه نوعين نلوي نوعين هما عقلية ثابتة وعقلية متنامية متطورة وتتمثل العقلية الثابتة تتمثل معناها إيه؟ معناها تظهر أو تتضح العقلية الثابتة في قناعة الناس أنا كده هفرق بين العقلية الثابتة تنظر إلى الإبداع إزاي؟ وإلى التطور أصحاب العقلية المتنامية بيشوفوا الإبداع والتطور بيشوفوه إزاي؟ والزكاء للإنسان بيشوفوه إزاي؟ تمام؟ العقلية الثابتة التفانة اللي هي الجامدة اللي التفكير عندها والزكاء والموهبة يعني عندهم كسل وانغلاق شوية في التفكير في قناعة الناس بأن المبدع يولد حاملا صفات أساسية كالذكاء والموهبة الذكاء تعرب إيه؟ الكاف حرف جر ما تنساش الكاف حرف جر والذكاء اسم مجرور اسم إيه؟ مجرور وهما سمتان يعني صفتان سمتان صفتان ثابتتان لا يمكن تغييرهما أو خسارتهما يوما تمام؟ يبقى دي نظرية أو قناعة العقلية الثابتة اللي هي غير متطورة بيشوفوا إن المبدع ده أو الزكدة بيولد مبدع أو بيولد عنده موهبة طب والطفل اللي ما عندهوش زكاء أو ما عندهوش موهبة أو يعني ما ظهرتش موهبة وزكاء أثناء الصغر تمام؟ ده ينعمل معاه إيه؟ هلك لا ما فيش تطور ما هيتطورش طول حياته ما ينفعش يتطور خالص هل الكلام ده صحيح؟ تعالوا نكمل فيما يعتقد معناها يظن أصحاب العقلية المتنامية المتطورة أن كل إنسان يمكنه أن يصبح ذكيا وموهوبا على مر الأيام لكن ذلك سيتحقق من خلال إيه؟ من خلال التعليم والتدريب وسيصل إلى مبتغاه مبتغاه معناها مراده أو هدفه مراده أو هدفه بالعمل الجد والتفاني معناها الإخلاص بالعمل الجد والتفاني بالعمل الجد والتفاني من أجل تحقيق ما يصبو يصبو يعني يتطلع إليه يصبو معناها يتطلع يعني ينظر إليه شفت الفرق بين العقليتين؟ تعالوا نشوف بقى كده المعاني؟ تعالوا نطلع مع بعض الأسئلة وضح الإختلاف بين العقلية الثابتة والعقلية المتنامية تجاه صفة الذكاء والموهبة العقلية الثابتة بتقول لنا إيه؟ أن المبدع يولد حاملا صفات أساسية كالذكاء والموهبة يعني إيه؟ يعني هما سمتان ثابتتان لا يمكن تغييرهما أو خصارتهما يوما اللي زاكي زاكي ويزا مقولك والغبي غبي تمام؟ والمبدع مبدع واللي ما عندهش إبداع عمره ما هيتعلم ولا هيبدع أبدا دي إيه؟ دي العقلية الثابتة هي لتظن ذلك طيب أما أصحاب العقلية المتنامية المتطورة لا بتقول لنا إيه؟ أن كل إنسان يمكنه أن يصبح ذكيا حتى لو ما ظهرش الذكاء ده في البداية لكن يمكن تطور يمكن فيه أساليب أخرى تنمي الذكاء تنمي الموهبة تكتشف الموهبة وتنميها كمان يمكن أن يصبح ذكيا أو موهوبا على مر الأيام من خلال التعليم والتدريب من خلال إيه؟ التعليم والتدريب تمامي حبيبي؟ طيب السؤال الثاني كيف يمكن تنمية الذكاء والموهبة؟ كيف يمكن تنمية الذكاء والموهبة؟ عندنا إيه؟ من خلال التعليم والتدريب نكمل يلا والعمل الجاد والتفاني من أجل تحقيق ما يصبح إليه يبقى ناخد المقطعين دول تمام؟ يلا نكمل ما يتصف به أصحاب كلتا العقليتين أصحاب العقلية الثابتة يفسرون يعني يوضحون الفشل والمضاد النجاح شوف بقى نظرة كل واحد منهم للفشل والنجاح أصحاب العقلية الثابتة المنغلقة بتفسروا الفشل ده بإنه إيه؟ نقص والمضاد زيادة في قدراتهم ولا يمكن تطوير قدراتهم أو اكتسابي مهارة جديدة يتجنبون يعني يبتعدون عن يتجنبون معناها إيه؟ معناها يبتعدون عن المحاولة مرة أخرى يرفضون التحديات يرفضون التحديات اللي هي إيه؟ الصعوبات ومفردها التحدي ومفردها التحدي يعني بيخافوا من المواجهة ما بيحاولوش يعني إن أحدهم فشل مرة واحدة فهو يحسوا أنه ده نقص أصلا من قدراته والقدرات دي بتاعته دي لا يمكن تنميتها أبدا ولذلك هما يتجنبون المحاولة مرة أخرى يعني مش بيحاولوا مرة تانية يلا سؤال يا أبطال بيقولك إيه؟ وضح تفسير أصحاب العقلية الثابتة ليه الفشل يفسرون الفشل على أنه نقص إيه؟ نقص في قدراتهم نقص في قدراتهم تمام؟ ولا يمكن تطويرها أو اكتساب مهارات جديدة أو اكتساب مهارات جديدة طيب سؤال كمان بما يتصف أصحاب العقلية الثابتة يتصف بإيه؟ بأنهم يتجنبون المحاولة يرفضون التحدي يتجنبون المحاولة مرة أخرى يرفضون التحديات تمام؟ أصحاب العقلية النامية أو المتطورة هم أكثر دا ضمير إيه؟ ضمير منفصل هم ضمير منفصل أكثر تقبلا للتحديات التي التي دا اسم موصول اسم إيه؟ موصول لديهم القدرة والعزيمة معنى العزيمة الإرادة العزيمة معنىها إيه؟ الإرادة أو التصميم الإرادة أو التصميم والمضاد يا حبيبي؟ المضاد التراخي المضاد التراخي على المحاولة مرارا وتكرارا يتعاملون مع النقد بشكل إيجابي كي يطوروا يعني يحسنوا من أنفسهم كما يتعاملون مع الفشل على أنه مجرد مشكلة تواجههم ويجب أن يتغلبوا عليها ويتعلموا منها طيب أول سؤال عندنا إيه؟ السؤال بما يتصف أصحاب العقلية النامية ها؟ بأنهم إيه؟ أكثر تقبلا للتحديات التي تواجههم إيه كمان لديهم القدرة والعزيمة على المحاولة مرارا وتكرارا إيه كمان يتعاملون مع النقد بشكل إيجابي تمام؟ طيب بيقول لنا إيه كمان كيف يتعاملون مع الفشل؟ يتعاملون مع الفشل على أنه أنه مجرد مشكلة تواجههم ويجب أن يتغلبوا عليها ويتعلموا منها الفشل بالنسبة لهم هي مجرد مشكلة يمكن حلها ويمكن التغلب عليها والتعامل معها يتبقى سؤال مهم هو كيف يمكن تغيير العقلية الثابتة لعقلية قابلة للنمو؟ إن عملية التحول اللي هي التغير التحول معناها إيه؟ التغير ممكنة يعني في الإمكان وفي الاستطاعة لكنها تحتاج منك إلى جهد والتزام وإصرار ويسبق ذلك كله الرغبة في التغيير الرغبة في التغيير كما ذكرت كارول دويك في كتابها أنه يمكن التحول من طريقة التفكير الثابتة إلى المتطورة من خلال هذه الخطوات إيه بقى خطوات ثق بنفسك أولا وبقدراتك وبأنك تستطيع معناها تقدر والمضاد تعجز بأنك تستطيع التغيير قوتك وضعفك وتقبلها غير نظرتك للفشل فتعامل معه على أنه تحدي وسيعطيك دروسا وعبرا لتتعلم منها تعلم من أخطاء والمفرد خطأ والمفرد خطأ الآخرين لماذا كتبت الهمزة في كلمة أخطاء على الصدر لماذا كتبت الهمزة لأن ما قبلها مد لأن ما قبلها إيه مد وكيف تقدم لهم نقدا بناءا ليه الهمزة مش بعدها ألف مساعد للتنوين بالفتح نقولنا يا حبيبي التنوين بالفتح الهمزة المتطرفة مع التنوين بالفتح كلها بنعمل لها ألف مساعد إلا في شكلين فقط همزة على الألف همزة قبلها ألف الشكلين دول مش بنكتب بعضهم في التنوين بالفتح ألف مساعد ما بنكتبش ألف مساعد أي همزة متطرفة تاني بنكتب فيها الألف المساعد خطط من أجل تطويرك واجعل التعلم عادة يومية فلا يمر يوم دون أن تتعلم شيئا جديدا شايفين؟ شيئا 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 شيئ من غير التنوين كانت عاملة إزاي؟ شيئا شيئ كده بالشكل ده طب لما دخلنا عليها التنوين بالفتح نكتب بعدها ألف مساعد ولا لا؟ آه نكتب ولكن الهمزة اللي على السطر دي هتتحول إيه؟ هتتحول همزة على النبرة يبقى نعملها بالشكل ده الشاي هيجي بعدها تنوين أعملها على نبرة وبعد كده أعمل الألف المساعد شيئا جديدا ولو كان بسيطا يلا مع بعض ناخد السؤال كيف يمكن تغيير العقلية الثابتة القابلة للنمو؟ يمكن إزاي؟ بالجهد والالتزام والإصرار بالجهد والالتزام والاستمرار والرغبة في التغيير تاني جهد والالتزام وإصرار والرغبة في التغيير طيب ما أذكر خطوات تحول العقلية الثابتة إلى نمية أو الوحدة ثق بنفسك أولا وبقدراتك غير نظرتك للفشل تعلم من أخطاء الآخرين وتقدم لهم نقدا بناءا خطد من أجل تطويرك واجعل التعلم عادة يومية كل الخطوات دي آخر فكرة معنا وما يجعل العقلية المتنامية مبهرة في حد ذاتها أنها توجد بداخل أصحابها الشغف الشغف معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه شدة الحب والمضاد البغض والمضاد البغض وحب التعلم وأن السقوط خبرات مفرد خبرات خبرة مفرد خبرات خبرة ليتعلموا منها اللام هنا لم تعليل لم إيه؟ لم تعليل بعدها فعل مضارع سبب لله أبلها فالحياة حرف عطف الحياة مبتدأ الحياة مبتدأ إزاي أبلها حرف؟ حرف العطف مش بيجر الإسم اللي بعده فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وتيرة معناها طريقة وتيرة معناها إيه؟ طريقة أو نمط طريقة أو نمط والجمع وتائر والجمع إيه؟ وتائر يلا سؤالي أبطال بيقول لك ما الذي يجعل العقلية المتنامية مبهرة ومتميزة؟ ها؟ أن بداخل أصحابها الشغف وحب التعلم تمام؟ بداخل أصحابها إيه؟ الشغف وحب التعلم والسقوط بالنسبة لهم خبرات يتعلموا منها والسقوط بالنسبة لهم السقوط اللي هو الفشل يعني السقوط بالنسبة لهم مجرد خبرات يتعلموا منهم تمام؟ يلا نروح للأنشطة ينبغي على القاضي التثبت في الحقائق ما معنى التثبت؟ من يشهد ضد المتهم راسخة ومشدودة التأكد والتحقق التثبت معناها إيه؟ التثبت معناها التأكد والتحقق يتقدم شاهد الإثبات أمام لجنة القضاء شاهد الإثبات من يشهد ضد المتهم ولا راسخة ومشدودة؟ يتقدم من يشهد ضد المتهم الخيمة مثبتة في الأرض مثبتة معناها إيه؟ راسخة ومشدودة سوق الكلمات اجمع بكل سلة الكلمات التي تنتمي إلى جذرها المناسب ناخد بالنا يا جماعة الجذر احنا تشرحناها الحصة الماضية ولكن كده في بعض الواجبات وجدنا أن فيه أحبابنا لسه إيه مش عارفين الجذر الجذر اللي هو إيه؟ الحروف الأصلية للكلمة الحروف الأصلية للكلمة بدون زيادة بدون إيه؟ زيادة طيب هاجبوا إزاي؟ غالبا بيكون فعل ماضي ثلاثي فعل ماضي إيه؟ ثلاثي يعني ثلاثي يعني مكون من ثلاث حروف مكون من ثلاث حروف غالبا تمام؟ فلما مثلا ما أقول لك عازم عازم ده عازم ده هل كلمة عازم هي جذر الكلمة؟ لا طبعا طيب الجذر الكلمة بتاعها إيه؟ يبقى أنا أحزف حروف الزيادة أو أعايز أرجعه لفعل ماضي مكون من ثلاث حروف عازم عازمة عازمة لأننا لو حزفت العين لا يمكن حزفها طيب إزاي؟ لا يمكن حزفها الميم لا يمكن حزفها لكن ألف لما حزفتها الكلمة ما تقصرتش رجعت إيه؟ للجذر بتاعها تمام؟ يبقى جذر كلمة عازم عازمة تعالوا نشوف بقى هنا صانفة صانفة فين؟ ما أقولش صنافة صنافة كده تبقى أربع حروف الصاد والنون والفا هنا اسمها إيه؟ صانفة فين؟ فين؟ آه صنوف تمام؟ هنا بقى هو مش عايز الجذر ده هو الجذر موجوده وعز الكلمات الكلمات التي تنتمي إلى هذا الجذر اللي احنا قلنا عليها عائلة الكلمة وكمان وصنف وأصناف ويصنف كلها من عائلة الكلمة عازمة فيها عازم وفيها عزائم وفيها عزيمة وفيه كمان عزيمة أجب عن الأسئلة الآتية ماذا تعرف عن العقلية الثابتة؟ العقلية الثابتة بتفكر إزاي؟ يلا فكر كده بطل من أول الدرس هلت من الدرس كده؟ ها؟ أيوة يفسرون الفشل على أنه نقص في قدراتهم يتجنبون المحاولة مرة أخرى يرفضون التحديات كلها دي عن العقلية الثابتة ما وظيفة العقل في جسم الإنسان يقوم بعمل إيه؟ هو العنصر الأساسي الذي يوجه السلوك البشري ويستخدم فيه وظائف الدماغ العليا زي التفكير والذكاء والإنفعالات استخرج من النص مفرد وتائر قلناها من شوية مفرد وتائر وتيرة مضاد البغض مضاد البغض الشغف جمع التعريف التعريفات مراد في الإخلاص التفاني التفاني معناها الإخلاص اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين من معاني كلمة عقل يخرج يحبس صاحبه عن التورط في وقت المهالك عقل معناها يحبس من وظائف العليا للدماغ التفكير الذاكرة الذكاء كل ما سبق كل ما سبق الذكاء والموهبة صفتان ثانويتان يعني مش مهمتين يعني أساسيتان متغيرتان لدى أصحاب العقلية الثابتة أساسيتان يعني إيه يعني تتغيرش يعني ما فيش تنمية في الزكاة ولا نقدر ننمي الموهبة طبعا والكلام ده خطأ رتب الجمل الآتية لتحول العقل من عقلية ثابتة إلى عقلية متنامية سأحاول من جديد لا أستطيع أستطيع فعلها بشكل أفضل فعلتها أريد أن أفعلها أريد أن أتعلم كيف أفعلها يعني أول حاجة العقلية الثابتة بتقولها إيه لنفسها لا أستطيع طيب لما تحب تطور شوية هتقول إيه هتقول أريد أن أفعلها تمام طيب تتطور شوية أريد أن أتعلم كيف أفعلها يبقى عنده الأول شغف أن أفعلها بعد كده عايز يتعلم طيب بعد كده إيه أستطيع فعلها بشكل أفضل سأحاول من جديد فعلتها تمام يلا نروح للقراءة المتحددة أراد المعلم أن يكتشف التلاميذ أصحاب العقليات الثابتة ليساعدهم على تطوير طريقة تفكيرهم فطلب من التلاميذ تصميم شعار جديد للمدرسة فقام بعضهم بتصميم الشعار وطلب بعضهم مهلة ليحاول من جديد وكان لدى مجموعة ثالثة فكرة راسخة أنهم لا يستطيعون فتثبت المعلم من أن هؤلاء التلاميذ يحتاجون للمساعدة فطلب منهم وضع خطة لتطوير قدراتهم من خلال تعلم خطوة واحدة من خطوات تصميم الشعار كل يوم وبعد أسبوع من التفاني في العمل تفاجأ التلاميذ بقدراتهم على تصميم الشعار استخرج من الفقرة ما يلي اسم الناكرة طبعا عارفين المعرفة والناكرة خدناها قبل كده وعندنا إن شاء الله الدرس القادم أيضا المعرفة والناكرة الاسم المعرفة ده ستة أنواع الناكرة بقى أي نوع أي كلمة تانية ما يكونش فيها نوع من أنواع الستة ما تطلع لش بقى حاجة فيها ألف وليم مثلا مول إيه عندي مثلا كلمة تصميم كلمة إيه تصميم كلمة شعار كلمة جديد كلها إيه كلها نكرة أقول مثلا تصميم اسم المعرف بأل عندك كلمة المعلم تمام اختر إيجاباتها الصحيحة مما بين القوسين مرادف راسخة مرادف راسخة جديدة مقبولة مهمة ثابتة راسخة فكرة راسخة يعني فكرة ثابتة جمع طريقة طرقات طرائق طارقات مطارق جمعها طرائق ضع علامة صح أمام العبارة الصحيح وع علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة يعد التلاميذ الذين طلبوا مهلة من أصحاب العقليات الثابتة لا طبعا نظل إيه ولكن اللي هم إيه أصحاب العقلية الثابتة اللي هم عملوا إيه قالوا لا يستطيعون قالوا ما نقدرش يحتاج تغيير العقلية الثابتة لعقلية متنامية إلى جهد والتزام وإصرار نقول له إيه العبارة صحيحة أثبت المعلم إمكانية تغيير العقلية الثابتة إلى عقلية متنامية وضح ذلك وضح ذلك يعني أقول لي عمل إيه من وضع أيوة وضع خطة لتطوير قدراتهم من خلال تعلم خطوة واحدة من خطوات تصميم الشعار كل يوم تمام يبقى وضع خطة لتطوير قدراتهم من خلال تعلم خطوة واحدة من خطوات تصميم الشعار كل يوم أعرف ما تحته خط المعلم ومهلة تعالوا نشوف كده هنبص على اللي قبلها أرادة فاعل ماضي من الأرادة المعلم يبقى المعلم تعرب ايه تعرب فاعل كمل مرفوع وعلامة رفعه الضمة اكتب بقى كده لأنه مفرد مهلة نشوف اللي بعدها بعضهم مهلة هنا يا أستاذ انت قلتنا قبل كده ان كلمة بعض اللي بيجي بعدها بيكون مضاف لا يا بطل خد بالك فيه ضمير هو وإحنا قلنا الضمائر من أعداء المضاف إليه فكده فصل بين كلمة بعض ومهلة هم دي فكده مهلة ايه لا تكون مضاف إليه أبدا طب انا ما فهمتش بعضهم مهلة يبقى روح على اللي بعدها وطلب بعضهم مهلة طلب فاعل من اللي طلب بعض التلاميذ طلبوا ايه طلبوا مهلة يبقى مهلة تعرب ايه تعرب مفعول به كامل يلا منصوب وعلامة نصبه ايه وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد تمام نروح عند قراءة أخرى غالب القراءة المتحررة بنجيبها بإما من كتاب الأضوى أو كتاب سلاح التلميذ يعد التفكير الإيجابي من أهم العوامل التي تساعد الإنسان على تحقيق النجاح في حياته وتظهر أهمية التفكير الإيجابي في كونه يدفع الإنسان نحو العمل والإنتاج ومواجهة التحديات ويجعله أكثر قدرة على حل المشكلة كما أنه يزيد من ثقته بنفسه ويقيه من اليأس والاكتئاب ولذا يجب على كل شخص أن يهتم بتنمية التفكير الإيجابي لديه فهو مفتاح النجاح والسعادة في الحياة مراضف التحديات التحديات معناها ايه؟ معناها الصعوبات أخذناها في الشرح مضاد قدرة قدرة مضادها عجز مفرد المشكلات المشكلة مفرد المشكلات المشكلة ضع علامة صواب أو علامة خطأ يساعد التفكير الإيجابي على تحقيق النجاح أهمية التفكير في كونه يدفع الإنسان نحو العمل والإنتاج هذا تمام لا علاقة للتفكير الإيجابي بالثقة بالنفس لا طبعا بيقول إيه؟ ده أنه يزيد من ثقته بنفسه يبقى العبارة خطأ للتفكير الإيجابي أهمية كبرى واضحة التفكير الإيجابي أهمية إيه؟ تعالوا نشوف كلا حبيبي التفكير الإيجابي بيعمل إيه؟ يساعد الإنسان على تحقيق النجاح إيه كمان يدفع الإنسان نحو العمل والإنتاج ومواجهة التحديات إيه كمان يجعل الإنسان أكثر قدرة على حل المشكلات إيه كمان يقيه من اليأس والاكتهاب تمام؟ بما ينصحنا الكاتب في نهاية الفقرة ولماذا؟ تعالوا نشوف النصيحة ولذا يجب على كل شخص يبقى النصيحة إيه؟ أن نهتم بالتفكير الإيجابي أو على كل شخص أن يهتم بالتفكير الإيجابي السبب إيه؟ لأنه لأينا أقول لك ولماذا؟ ولماذا يعني أقول السبب لأنه مفتاح النجاح والسعادة في الحياة هات الجذر اللغوي لكلمة تظهر تظهر فعل مضارع إحنا قلنا الجذر إيه؟ الجذر حرف أصلية لا يمكن حثفها فعل ماضي ثلاثي الفعل الماضي من كلمة تظهر إيه؟ ظهر اتأكد بقى كده هل ينفع أحزف أي حرف من الثلاثة دول ما ينفعش يبقى الجذر هو ظهر نأتي الآن إلى واجب الحصة نحل الواجب يا حبيبي ونبعث الواجب على جروب التليجرام جروب المعالي لسادس عرب ودين في التليجرام في نهاية الحصة أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم وستمتعتم بهذا الدرس لا تنسوا الشاركة في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة وضغطوا إعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركم وأتوب إليك أتركهم في العاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته